السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا متابعين الكرام متابعين قناة زرعانجي اهلا بكم في فيديو جديد هنشوف مع بعد في الفيديو ده مرحلة ما بعد فرز الفيرمي كومبوست هنا احنا شفنا البرميل ده مكان فيه الفيرمي كومبوست قبل فرزه اللي هو كان بالشكل ده كده ده طبعا اللي باقي من الفرز هنتكلم عليه دلوقتي وهنقول هنعمل فيه ايه بالزبط هنا دلوقتي ده الفيرمي كومبوست اللي ناتج معنا بالشكل ده زي ما وضحناه قبل كده قبل ما نفرز في الفيديو اللي كان متصور قبل الفرز وشرحنا هنفرز ازاي وهنستخدمه ازاي ولو هنستخدمه استخدامه شخصي ولو هنسوق هنعمله ازاي فده ده طبعا بالشكل ده كده جاهز للتسويق شفاضل بس غير انك تعبيه وتوزن الموازين اللي هتوزنها سواء في شكار كبيرة او كلوات او ايا كان يعني وتعبيه في العبوات بتاعته وتبدأ بعد كده في تسويقه تمام ده بالنسبة للفيرم كومبوست لو هيتخزن فترة الافضل ان يكون في مكان رطب جزئيا او نسبيا يعني ما يكونش مكان جاف تماما ما يتعرضش لاشيعة الشمس المباشرة عشان ما يجفش لازم الرطوبة فيه تفضل ما بين عشرة لعشرين في المية ما تقلش عن عشرة في المية وما تزدش عن عشرين في المية هي طبعا الرطوبة هنا تقريبا عشرين في المية فهو المفروض انه بعد ما يتخزن فترة توصل لخمستاشر ودي درجة مثالية جدا بالنسبة لرطوبة الفيرمي والحد الادنى لها ان هي تكون عشرة ما تكونش اقل من كده علشان تحافظ على المحتوى البكتيري اللي موجود فيه ده بالنسبة لتخزينه يتخزن فترة قد ايه يتخزن فترة ما تزدش يعني او يفضل ان هي ما تبقاش فترة كبيرة يفضل ان هو يتفرز يتم استخدامه خلال تلت شهور ده يكون افضل شيء علشان ما تفقدش القيمة الحيوية او المحتوى البكتيري اللي موجود فيه لكن هو ممكن يتخزن في الطريقة بالطريقة الصحة بتاعته اللي هو فيه نسبة رطوبة مثالية وفي مكان جيد التهوية والرطوبة فيه معتدلة نسبيا وما يتعرضش للجفاف او لعشاعة الشمس المباشرة او لطيارات هوا جامدة اللي هي تخليه يجف بسرعة ممكن يتحمل تخزين لحد سنة مفيش مشكلة خالص مع الحفاظ على معايير التخزين المناسبة اللي تحافظ على لكن الافضل زي ما قلت ان تم استخدامه في اسرع وقت بعد الفرز مباشرة خلال شهر شهرين تلاتة يعني فرز بوقت قليل كل ما كان الوقت وقت استخدامه في فترة قصيرة بعد عملية الفرز ده يكون افضل وتاخد منه قيمة اعلى اما لو جف جفاف تام مية في المية فطبعا انت هنا بيفضل عندك العناصر والمحتوى البكتيري بيكون تقريبا شبه انتهى تماما تقريبا بيكون انتهى بنسبة مية في المية لكن بتبقى عندك العناصر بس فكده انت فقدت قيمة الفيرمي كومبوست نفسه لان القيمة العالية في الفيرمي كومبوست او القيمة الاساسية في الفيرمي كومبوست نفسه هو المحتوى البكتيري اللي موجود فيه مش العناصر العناصر امرأ سهل ممكن تعوضها من اي اسمات بلدي متحلل او اي كومبوست جودته عالية هيعوض لك العناصر اللي موجودة في الفيرمي كومبوست الموضوع مش صعب بالنسبة للعناصر لكن الميميزات التي موجودة في الفيرمي كومبوست فو المحتوي البككتيري فErر لا يردANT كامل 100% الزياق Lat 인터� ثم سقط كل موست و البرميل موجود سوف البرميل كومبوست وكده يبقى خسارة او فقط قيمة الفيرمي كومبوست نفسه او الكاست وار هنيجي بقى للبرميل دلوقتي بعد ما فرزنا هنعمل فيه ايه احنا طبعا طلعنا الفيرمي كومبوست خلاص ومعنا البرميل موجود معنا هنشوف دلوقتي البرميل معنا هنعمل فيه ايه وهنجهزه تجهيز جديد لاستعدادا لتنزيل الدود فيه هنجهزه ازاي وهنشوف ده دلوقتي مع بعض طبعا اللي موجود معنا هنا دي البوائي زي ما قلنا دي البوائي اللي هي بوائي المودي العضوية المتحللة اللي ما هدامهاش الفيرمي او ما кажется دود اسف او اللي هدامها لكن متكتلة فيرمي كومبوست متكتلة زي دي كده Di عبارة عن مخرجات دود متكتلة لو فركتها كده هتنزل فيرمي كومبوست وباقي طبعا المودي العضوية زي أشر اللب اللي موجود هنا وبوائي الورق والحاجات اللي هة متحللتش وفيه كمان بواي نباتية زي الحاجات ديت كده دي بواي أفره نباتات وبواي أش وحاجات كده فانت لو محتاج تغربل أكتر من كده أو تفرز أكتر من كده كل ده هيطلع معاك في الفيرمي كومبوست كل الحبيبات الصمرة اللي هي باللون الداكن دي عبارة عن فيرمي كومبوست لكن متكتل لو فرقته شوية زيادة هيخرج كل ده ودي بزور بزور خخ متسبة فيه عادي تنبت أو تتحلل فالدود هيهضمها ما عندناش مشكلة فيها فهنيجي للبواي لو بقت معاك البواي بالشكل ده كده ومش محتاج تفرز زيادة عن كده أو تدوس في الفرز زيادة عن كده فهتسيب المخلفات دي معاك أو البواي اللي باقية من الفرز دي هتسيبها معاك مفيش فيها مشكلة خالص وهنقول دلوقتي هنعمل ايه هنا البرميل ده زي ما قلنا احنا عاملين فتحة الصرف هنا هي اللي في الجزء ده لو اطلاحظوا احنا كنا وضحناها قبل كده في فيديوهات تانية هي اللي في الجزء اللي موجود هنا ده وملزوق عليها اللازق هو الشبك الداية اللي هو الشبك بتاع اللي هو بتاع سلك الشباك اللي هو الشبك البلاستيك ولزقينه بلازق اللي هو معجون اتنين في واحد اللي هو ايه عندي بيه اللي هو اللازق ده لزقينه بيه هنا وعملين فتحة الصرف فتحة واحدة علشان تحطها تحتها جردل أو علبة تاخد فيها موية الصرف تبقى في مكان واحد ما تبقاش خرام متوزعة في البرميل بالكامل فتعمل لك انتشار للماء تحت البرميل ودي حاجة مش حلوة هنيجي بعد كده بقى هنزود البيئة هنا وهنجهز الميديا هنا طبعا الأفضل أن يكون عندنا بيئة متحللة زي اللي أنا هفضيها بالوقت هنا دي كده دي مخلفات عضوية مخلفات نباتية زي ما احنا شايفين كده دي كانت منقوعة في ماء لمدة تقريبا بقالها حوالي 10 أيام منقع في ماء علشان تصرع عملية التحلل بتاعها بعد كده لأن هي عبارة عن مخلفات محصول الأمح اللي هو البوائي اللي بتكون موجودة في التبن بتاع الأمح بيكون فيه بوائي أحجامها كبير ما بتدخلش مع التبن يعني بتتفرز مع التبن هي بتتسمى بالعمية أو الفلاح بيسميها أصلا الأصلا ديت هي العقل الطخينة اللي بتبقى في أعواد الأمح نفسها اللي بتبقى بالشكل ده كده طبعا موجود معاها بعض التبن الناعم اللي زي كده فطبعا هي بتاخد وقت أطول في التحلل من أش الرز أش الرز بياخد وقت أقل بكتير من مخلفات أعواد الأمح اللي موجودة معنا هنا ديت فعلشان كده بتحتاج تتناع فترة طويلة أش الرز ممكن يتناع يوم واحد أو عدد ساعات ساعة ساعتين مثلا مجرد أنه يتبلل برمية ويتحط في جب من المزرعة بعد كده هو هيسخن درجة حرارته هتعلى نسبيا مش هتعلى بحد كبير زي المخلفات الحيوانية وبعد كده درجة حرارته هتنزل وهيبدأ يتحلل بشكل أسرع من مخلفات أعواد الأمح هنبدأ بعد كده نفردها احنا هنجهز دي بس النهاردة ومش هننزل فيها الدود النهاردة يعني هنهيقها لتنزيل الدود لكن مش هننزله دلوقتي في الوقت الحالي لأن أنا مش مجهز دود ينزل وخلاص المغرب قرب يأزن أصلا فعاوز أخلص قبل المغرب بس كده احنا معنا دلوقتي اللي موجود تحت هنا ده اللي هو المخلفات اللي كانت باقية من عملية الفارز اللي عملناها دلوقتي دي تمام؟ هيتم تقلبها مع المخلفات الجديدة قبل تنزيل الدود دي هتخلي الدود أما ينزل البيئة هنا يتعرف على البيئة هنا بسهولة جدا لأن هيلاقي منتشر فيها البكتيريا والإنزيمات اللي هو الدود بيفرزها بطبيعته هو في المزرعة بتاعته العادية فلما جا نقل هنا من المزرعة تانية لمزرعة جديدة حتى لو بقى الدود صافي معهوش بيئة من المزرعة القديمة لذلك احنا دايما بنقول يبقى معاه بيئة من المزرعة القديمة علشان تكون فيها الإنزيمات والمحتوى بتاعه نفسه فيبقى البيئة نفسها بالنسبة له مش غريبة عليه بقى هو عارفها متعارف عليها فإحنا لما بنسيب بواق الفارز دي في البيئة الجديدة ونيجي ننقل الدود حتى لو نقلنا الدود هنا صافي بدون جزء من البيئة بتاعت المزرعة القديمة معاه فهو هيتعرف على البيئة هنا بسهولة جدا وهيبدأ ينتشر ويمارس حياته بشكل طبيعي جدا كل اللي هنضيفه بعد كده هي وجبة من وجبات المخلفات الحيوانية اللي ضفناها مع بعض قبل كده في فيديوهات كتير علشان يبقى معانا محتوى كده مادة عضوية نباتية متحللة وكمان مادة عضوية حيوانية المخلفات الحيوانية اللي هنضيفها زي الوجبة اللي لسه ضيفينها هنا النهاردة دي دي عبارة عن مخلفات حيوانية اللي هو احنا محللين اخر حاجة مجهزينها كان مخلفات الحمام فدي عبارة عن مخلفات الحمام ومخلوط معاها ازولة ومخلوط معاها جرجير جرجير متقطع هو الاخضر ده الوجبة دي احنا لسه ضيفينها النهاردة كنا عرضنا قبل كده الوجبة القديمة اللي ضفناها قبل كده اللي كانت عبارة عن مخلفات حمام بس كانت في الجزء ده وضيفنا هنا في الجزء ده الوجبة دي اللي هي عبارة عن مخلفات حمام وجرجير ومعاها أزولة خلطينهم مع بعض ومقلبينهم بشكل كويس وتم إضافتها هنا دي اللي هتتضاف للبرميل بعد كده وإن شاء الله هيتم تنزيل الدود فيه تنزيل الدود فيه بعد يوم أو يومين بالكتير على مجاهز بس أو إن أنا أفضل إن أفرز له كمية من الددان من مزرعة تانية ونزلها هنا بس لكن هو مش يحتاج حاجة غير إضافة المخلفات الحيوانية ممكن نضيفها قبل تنزيل الدود في الجزء ده مثلاً ونبقى ننزل الدود في الجزء ده أو ممكن ننزل الدود هنا وبعدها في فترة بيومين بتلاتة بأسبوع نبقى نضيف له وجبة هنا أو وجبة في أي مكان أياً كلا إنه هيكون انتشر في المساحة بالكامل البرميل ده ممكن يشيل لحد تلاتة واربعة كيلو بغرض إنتاج الفيرمي كومبوست مفيش مشكلة خالص دي هنزود ارتفاع البيع عن كده علشان يكون معانا مساحة أكبر يتحرك فيها الدود أما لو هتربي بغرض التكاثر أو الهدف الأساسي هو إكسار الددان فهتربي كمية قليلة في البرميل ده ممكن 200-300-400 بحد أقصى ألف دودة في البرميل ده بس ده يكون الحد الأقصى للحفاظ على معدل تكاثر عالي لكن لو عايز معدل تكاثر أعلى فحط فيه كمية أقل 400 دودة أو 500 دودة مثلاً هتاخد معدلات تكاثر أعلى مع عمل النصايح اللي قلنا عليها للحفاظ أو للوصول لمعدلات تكاثر عالية وشرحناها في فيديوهات قبل كده كتير لو مشوفتاش ممكن تدخل تشوفها من قيمة تشغيل تربية ددان الكمبوست هتلاقي فيها كل الفيديوهات الخاصة بتربية الكمبوست من البداية حتى النهاية بس كده دي كانت كل حاجة على الفيديو بتاع النهاردة أتمنى يا رب الفيديو يكون عجبك وفاتك بشي وقدملكم معلومة جديدة ياريت ما تنساش لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس لأول مرة بتشوفنا وكمان ياريت تكتملها رأيك أو سؤالك أو استفسارك تعليق وإن شاء الله هنرد عليك في قرب وقت ممكن شكراً لحسن المشاهدة وأشوفكم على خير إن شاء الله في فيديوهات جاية كتير استنونا سلام